اشتركوا في القناة بسيط للقدم السكري ولكن دعنا نحكي اليوم عن القدم السكرية بشكل مفصل أكثر باعتباره من أخطر الأعراض اللي ممكن يتعرض للمريض السكري الحقيقة القدم السكرية هي تعريف بأن نطلقه على مجموعة من الأمراض بتصيب القدم عند مريض السكري هلا ليش القدم بتنصاب عند مريض السكري الحقيقة بتنصاب لأنه في مجموعة عوامل لحلخصة بشكل التالي في عنا بالقدم جهازين مهمين لحتى نحافظ على قدمنا ونستعملها بشكل جيد هالجهازين هنين أول شي جهاز العصبي تاني شي الجهاز الوعائي تروية القدم يعني القدم فيها حس وفيها تروية لحتى يجي الدم ويعمل استقلاب جيد للقدم ويرممه بشكل جيد نحن الحس في عنا ثلاث أنواع من الحس موجودة بالقدم في عنا شي منسميه الحس اللمس بيلموس الإنسان عنا حس الألم يلي بيمشي معه حس الحرارة الإنسان بيحس أنه قرب من صوبية أو قرب من منبع حراري فبيهرب بيهرب رجله حتى ما تحترق وعنا الحس العميق اللي منسميه مثل واحد بده يوقف بده يمشي المفاصل أنت ما بتحركي المفاصل بإيرادتك وإنما في حس عميق بيضبط المفاصل لحتى نوقف على قدمنا نستعملها بشكل جيد هالثلاث أنواع من الحس ممكن تنصاب بسبب ارتفاع السكر تتخرب فإذا الإنسان ما تحس بالحرارة وبالألم ممكن يجرح رجله بدون ما يحس مثلا ممكن أنه أثناء تقريم الأظافر يجرح رجله وما يحس أنه جرحها ويفوت جراسيم من الجرح وتلتهي برجله وممكن يصير عنده وزمة وحرارة وبردية وما يعرف أنه هي بسبب القدم لحتى يفحصها ويشوفها طبعا أثناء الشتي هلأ موسم هلأ مثلا إنسان بيجي بردان رجله حسهم بردين بيروح بيحط صخانة أو منبع حراري أو كيس مي صخني على أقدامه لحتى يدفيهم ما بيحس أنه هذا حار أكتر من اللازم فبتحترق القدم ممكن يصير فيها فقاعة مثل حرق بيصير عليها هاي ممكن كمان الحرق يتطور بشكل سيء يلتهب ويأنتن ويساوي مشاكل بس لما يوصل لهذه المرحلة يعني هي عوامل تنبيهية مثل ما عم تقول يعني هي مثل أنه تنبيه صغير بس لازم يكون هو دريام هاي التفاصيل قبل ولا هي فجأة بتصير بما أنه وصاب بمرض سكري بسبب الارتفاع يعني لما نقول ما عم يشعر بهذه الحرارة فأكيد في مشكلة هلا هو أكيد ما بتصير الشغلة فوجائية اللي بيصير أنه الإنسان أبل يعني مشان ما نوصل لهذه المرحلة يعني مشان ينتبه له المريض هلا في عنا وقاية لهذا الشيء الوقاية هي ممكن أول شيء الإنسان للمريض السكري يهتم بالسكر تبعه يعني يضبط السكر تبعه ليعمل وقاية لأنه لحتى يتخرب العصر بدي يكون سكر مرتفع ومرتفع لفترات طويلة يعني مو ارتفع نصف ساعة بيخراب العصر يعني مو أنه ارتفع مثلا مرة أو مرتين لا هو يصل له فترة زمنية طويلة عادة المريض بيكون مثلا لفترة 6 شهر سنة بتلاقي أنه سكره مرتفع وهو مو حاسس بشيء فيعتقد أنه السكر بيأذي كل الناس إلا هو ما حين أذى من السكر فهو السكر بده يتراكم الأذى يكون تدريجي لدرجة يظهر ويعطيها الأعراض هاي اضطرابات الحس، الخدر، التنميل، الحرقان يلي ممكن يؤدي لهالشغلات هاي طيب دكتور خليلين الشق الثاني اللي حابب أحكي عنه قبل ما تسأليني السؤال هو التروية اللي شغلة كتير مهمة يعني إذا إنسان انجرحت رجله لحتى ترمم بسرعة لازم يكون فيه دم كمية كافية عم تجي على القدم لحتى ترمم إذا أنتان صار فيه انتان صار فيه التهاب إذا ما فيه دم يجي نضيف وكريات بيضاء تنظف الالتهاب الالتهاب ممكن يتطور ويخرب الرجل التروية عند مريض السكري تتأزى مثل ما بيتأزى العصب لذلك بيقولوا أنه جرحه ما بيلقوم بسرعة ما بيلقوم بسرعة بسبب أنه التروية بتكون غير كافية وحتى تضعف التروية بالقدام أحد العوامل وارتفاع السكر بس فيه عوامل أخرى بتأدي لضعف الشرايين وتصلب الشرايين يلي هي على رأسه التدخين ارتفاع الضغط الشرياني ارتفاع الكوليسترول يلي بنسميهم عوامل الخطورة القلبية الوعائية قلة الحركة الحياة الهادية يلي هي ما فيه ما فيه نشاط عضلي ما فيه نشاط هاي كل هالعوامل هاي ممكن تأدي لأنه التروية تنصاب وبالتالي أي مشكل صغير بالقدم عند المريض السكري تطور ويخسر قدمه كله ياتا إذا كان فيه هالآفة هاي موجودة فهون الوقاية بتتم كمان ضبط السكر وضبط الشي اللي بنسميه عوامل الخطورة القلبية الوعائية التانية اللي هي قطع الدخان التدخين بأنواع أرقيلة وغيرها ضبط الضغط ضبط الكوليسترول والشحوم وحياة صحية بحيث يعمل رياضة ويتحرك ويمشي كل يوم الإنسان هدول الأساليب اللي بنقدر نوقي الإنسان من الإصابة بالقدم السكرية نعم طيب دكتور خلينا نحكي شوي اليوم حكيت هيك مرور سريع عن ضرورة الوقاية خلينا اليوم نحكي عن العلاج وباعتبار أنه القدم السكرية ممكن مثل ما قالت ما تصيب كل المرضى السكري بنفس الطريقة نحكي شوي كيف العلاج لمرضى السكري تسمحي لي قبل ما أنتقل لنقطة العلاج بس في ملاحظة مهمة لازم أولى للمشاهدين هلأ نحن إذا إنسان صار عنده إصابة بالقدم يعني صار عنده خدر وتنميل وأطراب حسي وكذا فهون في وقاية سانوية بساوية الإنسان اللي عنده مشكل في القدم لحتى ما يصير عنده التهابات وصفي بالمستشفى عم يعالج القدم السكرية هالوقاية هاي بتكون أول شي باختيار حزاء مناسب للقدم ما يكون حزاء دي لأنه ما بيحس أنه الحزاء دي أحيانا سيدة يا ما جانا سيدات مثلا لبسة حزاء دي على رجلة راحت زيارة لعند صديقتها بعد ساعة ما حست أنه هالحزاء دي وضرب له الإصبع أو ضرب له فصار فيه مشكل بهذا الشيء هذا فحص القدم أحيانا الإنسان ما بيقدر يشوف أسفل القدم أو جانبه أو كذا يستعمل المراهي لحتى يفحص من تحته من قدام يشوف القدم يوميا المساء بالما هي العناية بالقدم تشفيف بين الأصابع وضع بودرة وضع مطريات على القدم هذول الشغلات ارتداء إجرابات مناسبة قطنية ما تكون إجرابات نايلون أو إجرابات تأدي لأحتكاك فهذول الشغلات كتير مهمة للوقاية لحتى ما ينصب هلأ إذا صار وصار فيه إصابة فهون العلاج لا بد أن يكون بيد طبيب أخصائي لعلاج القدم السكرية لأنه إذا كان إصابة القدم السكرية هلأ نعرف نحن إحصائيا أنه من كل عشرة بيخسروا أطرافهم تسعة هني عندهم سكري وواحد من العشرة هني عندهم أسباب إضافية كالرض أو الحوادث السيارة أو إلى آخر بس أنت أشار الدكتور لنقطة كتير مهمة يعني المريض لما يوصل لهذه المرحلة في بعض المراحل أو المنبهات المنبهات اللي لازم ينتبه له يعني هي الفحص الدوري عبر جهاز السكري بدل ما نحن ننسى السكر ويرتفع بشكل مستمر يؤدي لا يجب أن نكون في فحص مستمر وقاية دائما هي خير من قنطار علاج يعني بيكون غني عن كل هذه التفاصيل لأنه أنت توصل لمرحلة ممكن تؤدي لبطر الطرف فأنت بيغني عنه بس اهتم بصحتك شوي فلكل هل معنا مرض السكر اللي يهتموا بصحتهم اليوم نصائح أخيرة دكتور للوقاية للوصول لهذه المرحلة لأنه بالأخير ممكن تؤدي لبطر طرف من الأطراف أكيد أكيد الحقيقة التكنولوجيا هلأ سمحت أنه يعني الإنسان بجهاز صغير بيقدر يرأي بسكره وبالبيت المراقبة الزاتية للسكر كتير مهمة لتعطيكي مشعر أنه اللي عم تساوي صح ولا غلط فإذا كان السكر مضبوط والمضبوط يعني يكون عند الشباب وعند الناس اللي عمرهم بالأربعين والخمسين ما يكونوا فوق المية مية وعشرة مية وعشرين مو أكتر من هيك مراقبة ذاتية بالبيت شغلة واحدة المراقبة الدورية يعني ما بيؤدي كمان السكر نعم له لازم كل ثلاث أربعة شهر يعمل فحوصات عامة الإنسان مراجعة يعمل شي اللي منسميه سكري التراكمي أو الخضاب السكري لحتى نعرف أنه ضبط السكر خلال الأربعة وعشرين ساعة جيد ولا لا يعمل مراقبة العوامل الخطورة الثانية اللي هي ارتفاع الضغط ارتفاع الشحوم الوزن تبعه حياته الصحية التغذية يعني الحقيقة النصيحة اللي مريض السكري بطباء هي النصيحة لكل واحد مننا صحيح يعني الحياة الصحية نظام الغذائي الصحي لرياضة الحركة الابتعاد عن التدخين الابتعاد عن المسيئات للجسم هاي الشغلات هي الوقاية المطلوبة للإنسان السكري ما بتأخذ من وقتك شي يعني يهتم بحالك شوي بس الإنسان يفكر أنه شو بده يدفع تمام بالمستقبل صحيح وما يقول أنه هذا بيصيب جاري ما بيصيبني صحيح لأنه السكري ما له صاحب يعني لا تفكر أنه أنت صادقت السكري لا بدك تسيطر على السكري لحتى يصير صديق غدار صديق غدار فلذلك سيطر عليه وعينك عليه وراقب نفسك باستمرار مثل ما مريض السكري براقب عيونه مشان الشبكية مثل ما براقبه ظايف الكلة مثل ما براقب قلبه قدم صحيح القدم أبعد شي عن النظر ولكن المراقبة لإله كثير ضرورية لأنه اختلاطاته هي السبب أساسي لدخول المريض للمشافي أكيد يعني معلومات كثير أخذناها من حضرتك اليوم نتشكر وجودك معنا دكتور بسام عد المسيح أختيصة صيغدة سم وسكري شكرا لإله أهلا وسهلا نتشكرك دكتور على وجودك معنا ومثل ما قلت بالختام هي شوي اهتمام بالصحة ومراقبة صحتك ما بتخسرك شي عدم الاهتمام بالصحة بتخسرك كثير شكرا كثير إليك دكتور شكرا لك دكتور